بيان جاءنا بيان رقم اتنين بشأن حادث اندلاع حريق بأحد القطارات داخل محطة مصر بالقاهرة من مكتب النائب العام استجمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس فقد تبين من التحقيقات ان الجرار رقم كذا مرتكب الحادث واثناء سيره سحبها الى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 23.5 اثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما ادى الى تشابك هما القطارين الاثنين وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الاخير كبينة القيادة دون ان يتخذ اجراءات اقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الاخر رقم 23.5 الذي قام بالرجوع للخلف على هذا التشابك مما ادى الى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون فائدة دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخص ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثيرين بنيران التي ادت الى احتراق اجسادهم وتفحمها من شدة الانفجار كما نتج عن الحادث اصابة عدد ثمانية وعشرين شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات مستشفى الهلال الطبي السك الحديد معهد ناصر شبرى العام والحلمية العسكرية ودار الشفاء وقد قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين واخذ عينات البصمة الوراسية الدي ان ايه نظرا لتفحم الجثامين وعدم التواصل لتحديد هوية كل منهم كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره ويخضع الان الاستجوار اشتركوا في القناة